السلام عليكم سباح الخير لعميرات تحر رمضانكم ينعد عليكم بالصحة والهنا اليوم راح نشارك معكم الطاولة الرمضانية مع اطباقة شاهي بزاف تحت الطالب منتعكم هاجر راح تطاول انتعك تحر اول يوم حابة نقول لكم بلي رمضان ما زال ما حكمتلو شريت منتعو مع شبي قهوة على بلكم بلي انا قهواجية مي راني بارتاشيت معكم هذ الاطباق بلا كتديو منهم افكار يعني اطباقة شاهي بزاف ما تنساوش جام قبل لا نبدأ الفيديو وثاني خليوا لي كومنتار كيف هفت اول يوم رمضان عندكم اول ما دخلت الكوزينا كي ما راكم تشوفو شاركتكم باوراق البوراك ولا الديول الديول انا نشتين خدمهم في الدار وشاركتكم بالطريقة تاحهم تنجح لكم من اول مرة باذ الله مع لاسيس تعطيها بنتاحم بهم يجيوكم شخياء خشان ويجيوكم الشيشين كي ما راكم تشوفو يدي راح تبان من التحت احخليكم مرابطة الوصفة في صندوق الوصف والتعليق المثبت في قناتي هجورة الشعوية وثاني مرحبا بكم في الانستغرام راني نشارك معكم لي ستوري ونشارك معكم حوايج ما نيش قاعد نشارك فيهم في اليوتيوب بحكم انه ستوري سهل انتاع الانستغرام هذو هما ديول تاعي تاع البوراك على بني باللي رانا بزاف اللي رانا نخدمهم في الدار يجيونا شيشين ورقاك خير من تاع المشرة وثاني يحكمو الزيت تاع البورا بعدها اول حاجة راح نروح لها ورح تروح للشعب الجزائري هي يا شربة يا الحريرة كل واحد وش يدير انا راح ندير شربة فريك اللي هو نسمي وهجاري في المنطقة تاعنا ومنستغنى وشاليه اول يوم لازم نديرو شربة فريك الهنا راح نبدأ ندير الزيت نحط اللحم تاعي يعني درت لهنا يا لحم تاع الخرف حطيته ونخلي نزيد له عليه شوية ملح ونخليه يتقلى ملح كيما راكم تشوفو راني درت في البرمه هذي كتابة دجاج تاعي وخفت غير تتكسر قلت انا اول مرة راح نطيب فيها حطيتها على النار وقلبي راح عندها وقلت خفت له تتكسر لي قلت بالك تتكسر مش خايفة عليها هي تتكسر ولا يعني علف طور ونزيد دير روتار وكلش اصلا اليوم اللي والبلي على بلنا بلي كامل نصف شعب مدير روتار مازال ما هوش حاكم الوقت اللي هنا راي قاعدة تتقلى يعني بيخلاص تقلي ملح بعدها بعد ما تقلى لي لحم هذك مع زيت ملح وشوية ملح راح نجي اللوح ليزي بيس ليزي بيس اللي هنا عندي الفلفل الأحمر الحلو الفلفل الأحمر الحار عندي شوية كوركم عندي كوسبرو كروية ونزيد لها شوية ملح والفلفل اللي كحل واللوح شوية من طماطم وشوية من الهريسة وكي ما راكم تشوفوها ربطة من الدبشة هذك عقدتها كيمهكك بهم بعد كي طيب لي النحيها واللي هنا راح نضيف البصل والثوم يعني مرحيين بيا ونحطهم مع الخالي التاعنا أما بالنسبة للفريق ما نلوحوش في الأول حتى نشوف اللحم التاعي بيا طب ملح بهم نبدأ اللوحو دركا نخليها على النان نخليها تقلى ملح ونمرقها اللي هنا كي ما راكم تشوفوه راح ندير الطاجين لا حلو ولا المرقة الحلوة راح جيب نينة بنينة بنينة درتها بطريقة تقليدية بلا لحم بلا حتى حاجة جيب نينة بزاف راح نحتاجوا فيها بص لا تكون صغيرة راح نرشقوا فيها القرنفول ولا الطيب بالطريقة هذي بعدها راح نجيبوا فوها راح نطيبوا راح نحطوا ملعقة ماهيش كبيرة بزاف يعني على حسب الحجم انتاع المكونات اللي راح تديريهم كي ماهنا مدرتش ملعقة شوية ماهيش معمرها بزاف تاع زبدة وراح نضيف ملعقة من الزيت طاجين اللح لهذا يا البنات ساهل ساهل وجربوه وعينيكم غمضين راح يجيكم واحد البنا ما تتصوروهاش الهنا لحت الزبدة ولحت ملعقة من الزيت لحت شوية من الملح شوية بركة على رأس المغرف وشوية من الفلفل اللي كحل وخليتهم يتقلوا ملح بعد ما تقلوا لحت عود من القرفة راح نجيب طبق انتاعنا اللي هو طبق هاي البزاف وبنين انا الهناية ثانية زربت فيها على الأخير نورمال ماهو نديرو لكم حبة حبا مختش يجي بنين بزاف بزاف مي راعليا الحال راح نحتاجوا البصل وثوم نحتاجوا ليكويس نحتاجوا ليزي بيس وركنوا نشاركهم معاكم راح نجيبو البرمتاعنا نحطوا ليكويس على حسب وش تحتاجون انتوما مي لازم يجيبو بليكويس ماوش بستردجاج مخطرش لبودة راح نديروهم بدجاج معني مرحي ولحم مرحي بعدها جبت الهنا صدر قطعتو الى قطاع صغيرة لحت عليه شوية ثوم وخليتو يترح مليح الهنا راح نجيب لي شامبينيو الهنا الفطر انا خيرت هذا لانو كي نقصو يجينيباهي الشكل انتاعو هذك اللي تشريوهم قصو سيالبنات راح يجيوكم اشكال عشوائية يعني ننصحكم انكم تشريو هذا تشلوه بملح بالماء زيدولو شوي ملح والماء وتشلوه مليح ونقصو الى قطاع صغيرة بالطريقة هذي ونخلي على جنب حتى نتقلال ججاج هذك انتاعي مليح مع الزي والبصل وكلش بحر نضيف لشامبينيوت تاعي وما تخافوش تقولو راوي طيب بزاف وليدوب راهو مايصرالو حتى حاجة بعدها راح نجيب الفيونداشي تاعي ونجيب الدجاج اللي وجدتو صايم ع الثوم ونداويهم راح نحط فيهم شوية من الملح يعني في زوج نحط فيهم شوية من الفلفل الاسود نورمال مول هنا الحمر راح نحط في حتى شوية بصل بحي تبن للي وكلش مي الوقت يعني راح لكي مقتلكم راح ليا الحال مام يعني اول يوم ظر نراسي مام لي زي بي سنست وش راح ندير وش ما راح ندير الهنا راح نقص معاكم شوية دبشا على بلكم باللي الدجاج والحمرحي يحبوا الدبشا بهروري تعنا يجي بنين بزاف لازم ندوي وهم مليح قصت الدبشا وحطت شوية في الحمرحي وشوية في الدجاج اللي ارحيته اما بالنسبة للدجاج درت فيه الكركم على بلكم باللي الدجاج يحب الكركم والهنا نعود نرجع للبرمان تاعي بعد ما خليت الدجاج يتقلى مليح مع الزيت والملح برك راح نجي اللح له شوية فلفل لكحل لح له شوية من الزنجابيل راح نلح له شوية من الكصبر وكروية واللح له ثاني البصلة والثوم يعني نخلي الدجاج يتقلى مع الزيت وحده ومبعد اللح له نتبلوكي ما هيك ونحط له الدبشا ونخلي يتقلى الهنا الطاج بعد ما تقلى المليح ومرقت وغلى لها كل ما مليح راح نجي اللوح الزبيب واللوح العين بقرة اما بالنسبة للمشيمشا والاناناس والكيوي هذوك المجفين اللي خليتهم في الماء يعني العين بقرة والزبيب وكلش خليتهم في الماء ولا تفوروهم قبل لا تلوحوهم لحت غير زبيب وعين بقرة بهذوك وميذوبوليش ومبعد اللوح الصكر اللحم حتى هما الهنا كما راكم تشوفو لحت عظمة على الحم مرحي وراح نزيد اللوح له الثوم لانو ما لحت في اللول اما تجاج الثوم مرحيتها مع تجاج بعد بعد ما تشوفو بعد ما تقلى المليح الهنايا البرمات عيري تقلت راح نضيف الشامبينيون هذوك اللحم نزيد نعود ردهم على النا اما بالنسبة اللح شيش لحت الهنايا مع دنوس ولحت دبشاء ربطهم وحطيتهم في البرمات نتاعي نعود ونرجع للجاج والحم بعد ما حطيت في الحم عظمة كما كنت تشوفو وخلطها مليح بيدي راح نرجع للجاج ثاني نخلط مليح بعد ما حطيت له ليزي يغلي في الممليح وثاني يعني راني نوجد ما نجمتش نصور كلش يعني اليوم هذا فتع لي صعيب بزاف على هذا بارتاج معاكم شوية شوية اللي هنا راح نجي بابي اليمونتير وراح نبدأ ونخدمو الرولي انتاعنا الطريقة التاعي راح نحكي منحط الفيونداشي يعني مما اللي تديرو كما وبعدها راح نجيب الفرماج ونستفو بالطريقة هذي ونرد عليه الفيونداشي ونبقى نحرك هنا وليه تحت يجيني يعني معدول ومستف في داخله فرماج طريقة هذي راح تجيكم السهلة وجي يعني ما كانش ما أسهل من الطريقة هذي أحسن من انك تديري كلش مع بعضه وتخافي انك يتخلط الطبقة اللولة مع الطبقة الثانية الهنا بعد ما راح نعدل الفيونداشي بيدي مليح بهيجيني كامل متساوي ونقف الثاني لجناب مليح بالفيونداشي بها ما يبليش الفرماج هذك راح نجيب الدجاج نتاعي نخلي الفيونداشي هذك اللي درناه على جنب نجيب الدجاج تاعي والهنا إذا ما يحبش يمشي لكم ديرو يديكم شوية في الماء ولا في الزيت وديرو طبقة من الفيونداشي وحطوها مشيوها بيا بعد ما تمشيوها راح نهزو الفيونداشي مع الفرماج اللولاني ونحطوه فوق الطبقة انتاع الدجاج ومبعد نحاولو انه نهزو هذك الدجاج الملحي بالطريقة هذي بالبابي أليمونتير ونعدلو بيدينا راح يجيب بنين بزاف خاصة اللاصص يعني جربوه لعائلتا وفي الاخير اللي حبي حمرو اللي ما حبش حمرو كل واحد وبالطريقة انتاعو الهنا كما راكم تشوفو درتلو بابي أليمونتير هذك بديتو عليه يعني البابي اللي يتربطو على فرد جنب ومبعد تبقى وتعدلو مليح اللي راني راح نزيد ندلو بابي أليمونتير خلاف ونعدلو به ما يتفتح ليش اللي راح نزيد بابي أليمونتير وبقيت نعدل فيه نقفل على فرجيها وديروه بالحجم اللي تحبو يعني ترققوه ولا تخشنو كما تحبوه انا حبيت نديرو شوية خشين بهيجيني هذك في الصحن وبعدها راح نجيب الأليمينيوم تاعي ونهز هذك الدجاج تاعي وراح نرد عليه الأليمينيوم مليح نحطو في حمام مائي ونحطو في الكوزينيال ونخليه على نار وفي كل مرة نبقى نقلبه كل مرة يعني نديرو 4 ساعة نقلبه من هيت حتى نحس باللي روطة بالن الهنا ملح راح نجيب المل التاعي يعني المل اللي قدرت في مول الزجاج من الأحسن انه يكون مل تاع زجاج وراح نحط عليه ماء سخون بهم ما يطغل نش في الكوزينيال ولا في الفور تاعكم الهنا هذ الماء اللي راح نحطو عليه راه سخون ما هو حتى نغطر الفم اللي صنصية لازم يفوت النص ونحطوه في الفور نتاعي واللي هنا جيت راني نفو نوجد في الحبيج تاع سلط التاعي اللي هنا زرودية راح نقصها دي مرسو صغار بالطريقة هذي وثاني راح نحطها اطفور مع الجلبانة اللي هنا درت كمية صغيرة برق من الجلبانة وحطيت زرودية والجزر هذك وحطتهم افورو اللي هنا اختي هي اللي درت الحميس درت بالبيضانجان شوي زيتون فلفل جبنين شهية ودرت له سوس عادي يعني سوس فيها فلفل لكحال شوي خال شوي زيت وملح بش يجي ابنين اللي هنا هت تاع لح لوك نشوف العين بقرة وزبي بتاعنا نفخ مليح راح نجيب اللوح عليهم السكر اذا درنا الحبوب الحويج الجافة كامل اذا درنا كيلة ندير زوس كيلة سكر اذا جونا زوس كيلة راح ندير ربع كيلة سكر يعني ديما ندير الضعف انتاحهم اللي هنا الشربة تاعي كي حط شط الحم تاعي طاب بدا يطعب راح اللوح الرند هذيك بعدها الهنا راح نجيب الزيتون زيتون تاعي الاخضر بهن ديرو فالطابق نتاعي فالعصص ملوحوش في اللول يالبنت وثاني كيتش لهش غير شبيبار يعني لعصص مش راح جيكم مالح بزاف لانو محنا صح نديرو في اللول ومحنا شح نغلي وهي غلي بزاف الهنا راح نحط فيه الفارينا اللي هنا الفارينا ببه يبقى لي خضر ويبقى حكم راح يلوحو في اللاصص ما يذبان وما يتبدل شلونه لحناه في الماء ولحت عليه مغرف كبيرة من الفارينا ونخليه يركح حتى لوين جي اللوحو نشلو ملح من الماء ونلوحو في اللاصص انتاعي اللي هنا جبت الماييس الماييس اللي هنا نحتفظو به تحكمو تنحيولو الماء تشلوه بيا 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 وتخليوه في البورتمونجي وتزيدو له ماء عادي اللي هنا راني نحططو في البورتمونجي ونشلو ومبعد نزيد له الماء ونحتفظ به كل ما نحتاج يعني راح تطوال لمدة ندع الاحتفاظ انتاعو اللي هنا يكي نشوفو بدا السكر هذك يعقدلي وهي الزغلية راح نجي ونحطو هذك الاناناس يعني فواكه الجافة الفواكه الجافة التاعي مشيمشا آآ اناناس والكيوي اللي هنا الروز التاعي بعد ما طابلي وبعد ما فارطلي الزرودية والوج البانا هذك راح نضيفهم ونخلطهم لحم مع بعضاهم ونخليهم سعاي بردولي شوية قبل نديرهم لاصوس والمايوناز ونبدأ نشكلهم به يحكموا لي نخلطهم لحم مع بعضاهم يعني روز بسمتي هاي بزاف ما نبصح الروز هذك لمولف ندير التعليميز العادي راح يجي بنين ونخلطو مليحم مع بعضاهم ورح نضيفو لاصوس لاصوس راح ندير فيها خل والزيت شوية ثوم ملح والفلفل اللي كحلو منيش راح نضيف بزاف الهنا راح نحط شوية من الماييس كما قلت لكم بح تحتفظوا به اللوح فيه الماء عادي وحطوه في الفريجيدان راح يتطوال المدة انتع الاحتفاظ انتعو ونخليها على جنب حتى نشكلها الهنا بعد ما طابوا لي رجي لت هذو كلي كويس راح نجي وندهنهم كما هيك يعني بالبنسو ندير لهم شوية مطارد ولا احطوا لهم شوية مايوناز وعودوا ردوهم في الفور راح يجيوا ابنان يعني تردوهم في الفور يتحمروا لكم ولا تقليوهم حسب الاختيار انتعكم كما تحبوا وهذا هور راس داعي راح نضيف له لاصوس هذي كلي قلت لكم عليها راي مخدومة من قبل ونخلط كلش مع بعض هل هنه العصوس من الافضل انه من كثروش بزاف ومبعد ها راح نضيف عليها شوية مايوناز وايضا مايوناز هنه من الاحسن انه من كثروش بزاف بهم من كثروش بزاف لانه راح نزيد وندير و في الطبقة الفقانية راح نزيد لها شوية مايوناز الهنا راح نشكل ورح نجيب عندي السرسو هذا انتعر انتم ما ديرو فيه سرسو مربع ديرو فيه كشمول وقلب كيما تحبو يعني بالحاجة اللي متوفرة عندكم انا متوفرة عندي السرسو هذا راح نحط الخليط انتعي كامل ورح نبقى اللضع اللي هنا ملح انتم ما الهنا اذا تحبو ونبقى نمشي بالطريقة هذي بعدها راح ندير كاتشاب اللي هنا يدرت في البيان المصرح ليش ببي المصرح في دقيقة يتقطع ولي ادرت ساشي عادي ويجبته ومبعد راح ندير بطو مات هذي راح تجيب بنين بزف يعني جي حلوة وندي كيما يكبد بشا ورح يجي هايل يعني كي المذاق كي الشكل راح يجي هايل هايل الهنا يعني بعد ما طبط لي منحية الدجاج كيما شرطوا راح نجي بلاصص هذي بلونش راح لح فيها شوية من المطارد لح فيها مايوناز ولح فيها كمية معتبرة من الفرماج باي يجيني ابنين كل ما كثرت الفرماج كل ما راح يجي ابنين ورح زيتون كيما راكم تشوفو وبعدها راح نحطو فوق النار وبعدها بعد ما حطتو شوي فوق النار راح نزيد لعليه الزيتون بعد ما شليتو ونزيد نخليه فوق النار يعقد لي الهنا راح ندير البوراك يعني البوراك هضرت علي غير في الاخر لانه يعني الوقت كان ضيق ضيق لدرجة ما تصوروهاش اول يوم الهنا درنا بريك ثمي اخويا ما عجبوش الحال خلاص ما يحبش البريك يحب ورق عادي وحنا ثانيا يعني كان راح علينا الحال درنا كل ش بالخط وعلى بلكم البريك ثاني يزيد الوقت يعني طيب نفيذنا البطاطا درنا فيها شوي ملح فاللكحل درت يعني زوز من الزيت والخضر وحطت شوية من الطو وراح نحط الفرماج ونحط بيضة في الوسط ونزيد الرش شوية بالملح ونسكر ها على الجناب يعني نسكر ها ملح ونحط ها فوق النار بالطريقة هذية راح يجيكم ابنين خاصة يعني كي الدوابية وانتم ما تقدروا تزيد رش من الفلفل اللي هنا كنت مزلوبة على الأخر والهنا بعد طب اللي نحي وراح نقص بالطريقة هذي درت روندال شوي خشان باكل واحد كي هز قدام ويعني ما يبق ش في كل دقيقة وذان اللي حبي يحمر على اللجنة يحمر انا ما حمرتوش حبي يبق لي كي بيض بيض ويجيني احمر في الوسط وثاني مع الجاج ام حمر وهذا كزيتو اللي شامبينيون تاعي مع لاصوس درت شوي دبش من الفوق وفرماج رابي وهي لاصوس تاعي على جنب وهذي الطاجين تاعي المشي مشاجة على شكل وردا درت فوق هشوي جلجلان يعني جاي شاهي بزاف الطاجين اللي اللي بنين بنين على الخير وهذا هو البريك يعني طيب نحب العظمة تكون طيبة بيا ما تكون شمر وبا من الداخل نحب ها طيبة مليح وهذه اسلطة شفو يعني لوردا برجة هايلة بزاف ومامل بنا التحاء هايلة وهذا الحميس انتاعنا اللي بالبرزنجان والفلفل والزيتون اللي هنا عندنا شوية من كيف ما نقول الهروس لكاسي ديرش في الماكلة الحار واللي حبي يأكل بطبيعة الحال الكسرة اللي هنا درنا مطلوع دارته ماما في اخر بقيقة يعني رعلينا الحال رعلينا الحال على الاخر المهم يعني يكمل وسح رمضان كم وسح طوركم وهذه الطاويلة تاعنا تاع أول يوم رمضان نتمنى تكون نجبت ما نجبت يعني بريباري معاكم كل لأن راح الحال يارب نبقى في الكوزينة وثاني غلبت يعني غلبت بزاف اول يوم غلبت من كذب شاريكم يعني كي مراني نضت وكملت يعني كي كملت الفطور بعد شربت الفناج لتع القهوة ما يفضوش وبطبيعة الحال كي مران تشوفو شوي جي حتنا ما الهنا زلبية هنحبو كل شي تحط فوق الطاويلة وهذا هو طاويلة تعين شاهيكم في الجنة قلوا لي الأطباق انتكم انتو اليوم ونبقا وعلى خير وما تنسوش تخليونا جام باي